موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن واشنطن التي فتحت ملفاً سمته ملف الأزمة الجزائري تتحدث معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن فتحت في الآونة الأخيرة ملفاً سمته ملف الأزمة الجزائري وطبعاً هذا الملف يجري فيه عدة أمور حيث عبر هذا الملف تتم المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع التي في نظر الولايات المتحدة أنها مفتوحة على كل الاحتمالات وأن الولايات المتحدة ترجح نظرية التصادم بين الشارع والسلطة بين الشارع والنظام بين الشعب والنظام وتحديداً وبطريقة أخرى بين الحراك الشعبي الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية حق من حقوق الشعب الجزائري وبين النظام الذي تنظر إليه واشنطن بعين الريبة والشعب أيضاً في هذه الملف تتم عملية جمع المعلومات الاستخبارية وهذه المعلومات التي لا تصل لأسماع الناس ولا تنتشر هنا وهناك بل المعلومات التي تأتي بها الأجهزة الاستخبارية من خلال عملائها ومن خلال دوائرها الموجودة في كل أنحاء العالم وموجودة حتى داخل الجزائر وموجودة في داخل استفارة الأمريكية في الجزائر كما تقوم هذه الدائرة التي تشرف على هذا الملف برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وهذا يعتبر أهم الملفات أيضاً والذي تولي له الإدارة الأمريكية الاهتمام البالة أيضاً يقومون من خلال هذا الملف بعملية حصر وجرد لتجاوزات السلطة والمعارضة في آن واحد حيث يتابعون ما تقوم به المعارضة من ناحية أعمالها التي تتعلق بالغلوم والتطرف والإرهاب وأيضاً ما تقوم به السلطة من خلال القمع والاستبداد واستعمال الخيارات الأمريكية أيضاً في هذا الملف تتم عملية تحليل الأحداث العسكرية والأمنية وهو الذي يهم الولايات المتحدة الأمريكية وكنا نذكر الزيارة التي قام بها مسؤولون أمريكيون في جنوبي 2021 والذي جرى فيها الحديث فقط عن دور الجزائر في مكافحة الإرهاب ودور الجزائر في التصدي للتطرف والخيارات الجزائرية الأمنية في مواجهة الجماعات المتشددة كما تتم في هذا الملف وضع تقييمات يومية للأحداث في الجزائر ما يجري وما تتناوله وسائل الإعلام وما لم تتناوله وسائل الإعلام ما تأتي به المعارضة وما تأتي به السلطة ويتم بعد ذلك لتقييمها في إطار تقارير يومية أو شبه يومية تتناول هذه الأحداث وتقيمها وتحللها وفقا للمعطيات الاستخبارية القائمة أيضا ستتم عملية الاستماع لبعض رموز المعارضة عبر هيئات مستقلة وليست هيئات رسمية سواء منظمات حقوق الإنسان أو جهات أكاديمية أو مراكز بحث أو شيء من هذا القبيل حيث يتم الاستماع إلى هؤلاء المعارضين ونظرتهم إلى الأحداث والمعلومات التي يمتلكونها وفي الوقت نفسه يتم الاستماع إلى مسؤولين جزائريين من قبل جهات رسمية سواء في السفارة الأمريكية أو تواصلات تأتي من البيت الأبيض أو من الخارجية الأمريكية وزيارات قد تحدث في الأيام القادمة وتكون فيها زيارات لمسؤولين جزائريين إلى الولايات المتحدة والعكس أيضا قد يقول البعض كأنني أطبل وأزمر لهذا التدخل الأمريكي وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من يقول هذا فهو واحد أنا أتحدث عن واقع يجري أمام والتجارب التي علمتنا أن أمريكا إذا تدخلت في منطقة فهي أو دولة تتدخل وفق ما يختم مصالحها وإذا رأت هذا التدخل حتى لو يكون في إطار ما يتماشى مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان فهي لن تتدخل وشاهدنا سوريا كيف وضع أوباما الخطوط الحمراء لبشار الأسد ولكن تلك الخطوط الحمراء تجاوزها واكتفى أوباما أنذاك بنزع السلاح الكيماوي عن النظام السوري فمصلحة أمريكا تتمثل في نزع السلاح الكيماوي السوري وليس في محاكمة النظام ورغم أنه فتحت أمريكا ملف قيصر وكذا 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 الأمر لم يتجاوز سوى صراع أو كسر عظم بين قوى حولت سوريا إلى حلبة تتصارع فيها من أجل مصالحها دائما أؤكد على أمر مهم أننا نرفض أي تدخلات ولكن في الوقت نفسه ندعو إلى غلق منافذ التدخل ترى قد يسأل البعض ما هي الأبواب التي يمكن أن تتدخل منها القوى الكبرى حقوق الإنسان هو مفتاح وأهم باب للتدخل في شؤون الدول هذا هو الأمر التدخل الخارجي يأتي عبر بوابة حقوق الإنسان لذلك عندما ندعو إلى احترام المواثيق الدولية إلى الحوار بما يجعل الجبهة الداخلية الجزائرية هادئة فنحن لا نتكلم من فراء بل ذلك من أجل غلق أبواب التدخلات الخارجية والتدخلات الخارجية عندما تأتي من طرف قوى كبرى لن تنفع معها عن طريات الذباب الإلكتروني ولن تنفع معها عن طريات سياسية حزبية وسياسية من طرف الدككين دككين الأحزاب الجزائرية ولن تنفع معها عن طريات عسكرية أو عن طريات للأجهزة الأمنية لن تنفعها مثل هذه الأمور لأن الدولة عندما تكون هشة داخليا ضعيفة اقتصاديا شرائعيتها السياسية على المحك فإنها ذلك ستحولها إلى لقمة سائغة سواء عند أعداء يتربصون بها أو حلفاء يستعملونها من أجل تصفية حساباتهم مع قوى أخرى ومن أجل الضغط على قوى أخرى لتحقيق مكاسب جم فلا تظن أن الجزائر حليفة لروسيا وأن روسيا ستتصدى لولايات المتحدة من أجل الحفاظ على سيادة الجزائر ولا تظن أن أمريكا إن تدخلت أو جحولت الجزائر إلى معذلة تعالجها في دوائرها معناها أنها ستكون في صف المعارضة ضد السلطة وما إلى ذلك الكل مع مصالحه لذلك الحل يجب أن تسارع السلطات الجزائرية والشعب الجزائري كله إلى ما يخدم مصالحه طبعا كما قلت حقوق الإنسان يركزون على بعض الأمور التعذيب في السجون لذلك نلاحظ أن عندما تتسارع المعارضة مع السلطة يجري الحديث فقط التركيز حول التعذيب في السجون حقوق الأطفال انتهاك حقوق الطفولة اغتصاب الأطفال الاعتداء عليهم قمعهم سجنهم من دون محاكمات سجنهم في غير الإطار الذي يحفظ لهم طفولتهم يجري التركيز على هذا الأمر لذلك شاهدنا في المشهد الفطرة الأخيرة يجري الحديث عن التعذيب في السجون الجزائر يجري الحديث عن الطفولة اعتقال الأطفال اغتصاب الأطفال وما إلى ذلك لأن الذين يحركون هذه الأمور يدركون تماما أن أكثر ما يثير المجتمع الدولي هي هذه الملفات وأكثر ما يثير أقول الرأي العام الدولي هي قضايا الطفولة وقضايا السجون أيضا حرية النساء والإعلام لذلك تجري الترويج لعملية استهداف النساء الضغط عليهن التحرش بهن في السجون إجبارهم على بعض الأمور خاصة الدينية وما إلى ذلك لأن أهم عامل يثير الرأي العام ويحرض الهيئات الدولية هو قضايا النساء أيضا حرية الإعلام عندما يتم كبح جماح الإعلام وتحويله إلى أبواق للسلطة أيضا ذلك يفتح المجال لمؤسسات إعلامية ثقيلة لتدافع عن مؤسسات إعلامية أو عن حرية الإعلام في هذا البلد وبذلك يجري تدويل الأزمات إعلاميا قبل أن يتم تدويلها رسميا أيضا حقوق الأقليات لذلك نجد الولايات المتحدة الأمريكية تركز في تقاريرها عن حقوق الأقليات والأقليات من هي في المجتمع المسلم؟ الأقليات غير المسلمة في دولة عربية الأقليات غير العربية أيضا في مجتمع محافظ أقليات مثل المثليين وغيرهم كمثل هذه الأمور يجري استعمالها لأنها دائما ينظرون إلى منطق أولا القانون الدولي الذي يتيحه عملية حماية الأقليات أمر آخر أنه في المخيال العام للناس أن الأقلية دائما محتقرة خاصة في العالم الإسلامي لذلك بهذه الطريقة يشرعنون التدخلات في شؤون الدول أيضا العنف ضد المتظاهرين عندما يجري هناك استعمال عنف ضد المظاهرات والمظاهرات حق دستوري القوانين الدولية كفلت حق التظاهر ومثل هذه الأمور عندما يتم استعمال العنف ضد المتظاهرين فهذا أيضا يساعد في المشاريع الخفية للتدخل في شؤون الدول أيضا عسكرة الشارع والمشهد السياسي عندما يجري الترويج أن العسكر هم الذين يتدخلون في الشؤون السياسية ومعلوم أن العسكر لديه سلاح وهو القوة معناه أن العسكر يفرض آراءه ويفرض توجهاته ويفرض نظامه على مدني لا يملك أي قوة أخرى ولذلك عندما تظهر بوادر عسكرة المشهد السياسي وعسكرة الشارع الجزائري مثلا ظهور قوات عسكرية في الشوارع الحواج العسكرية بكثافة وظهور دبابات مثلا كما حدث في سوريا مثل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على عسكرة الشارع أما عسكرة المشهد السياسي عندما تظهر بوادر تدخل العسكري في المدني وتدخل مثلا الجنراليات في الشأن السياسي هذا معناها عسكرة المشهد السياسي وبذلك تعد هذه النقطة أساسية في عملية أو مشاريع التدخل في شؤون الدول أيضا ملاحقة المعارضين داخلية وخارجية داخلية عن طريق الاعتقالات خاصة الرموز التي تعرف برأيها ونجحت في إثبات شهرتها والعالم صار يعرفها عبر وسائل الإعلام فعندما يتم اعتقالها وتوقيفها هي مباشرة مهما كانت الجرائم التي قد يكون ارتكبها يظهر للناس أنهم معتقلي رأي أما ملاحقة المعارضين في الخارج فتتم عبر مثلا مذكرات التوقيف مثلا اعتداء عليهم مثلا الاغتيالات مثلا التضييق عليهم مع اتصالات مع الدول أيضا الضغط عليهم من خلال استهداف أهليهم كل هذه الأمور تساعد في عملية تسويد ملف حقوق الإنسان لهذه الدولة مما يسمح للدول الأخرى للتدخل في شؤونه هناك الكثير من الخطط التي يتم استعمالها حيث يجري استعمال النظام دائما يشجعون الأنظمة على بسط نفوذها وبسط سيطرتها وبسط هيمنتها في الوقت النفسي يحرضون المعارضة بطرق مختلفة تحت مسميات عديدة حتى تتمسك بأراءها وبذلك يدفعون المعارضة والنظام إلى الصدام داخليا وخارجيا وهذا الصدام يخلق أزمة والأزمة قد تصنع حرب أهلية والحرب الأهلية دائما تجعل الوطن يخرج من بين أيدي أبنائه إلى أيدي أو إلى أيدي أعدائه لذلك إخواني الكرام أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفتح ملف سمته الأزمة الجزائرية مؤشر خطير للغاية وإجهاض أي مشاريع للتدخل في الشأن الجزائري وتدويل ما يمكن أو ما ستتم تسميتها الأزمة الجزائرية يكون بفتح حوار سياسي القبض الأمنية من طرف النظام والتصعيد من طرف المعارضة لن يكون في صالح النظام أبدا ولن يكون في صالح المعارضة أبدا ولن يكون في صالح الشعب أبدا ولن يكون في صالح الوطن بل ذلك سيخدم المشاريع الخارجية ومن يعتقد من المعارضين أن فتح ملف للأزمة الجزائرية في الولايات المتحدة الأمريكية هو انتصار للمعارضة فهو واهم فقد فرحت جهات أخرى بتدويل أزماتها وفي النهاية ما زالت تتقاتل بل أن تغيرت الإدارات الأمريكية وتغيرت المواقف وتغيرت الكثير من الأمور لذلك لن تعولوا على إدارة بايدن وأنها ستكون في صف المقاومة أو في صف المعارضة أو في صف الحراك أو أي شيء معناه هو انتصار لهذه الجبهة فأنتم واهمون أيضا النظام الجزائري ما يجب عليه أن يعتقد أن أي دعم خارجي له وأن الاعتراف الدولي بشرعية الرئيس أو غير ذلك من هذه الأمور هي تزكي مطلقة فهو واهم وهما كبيرا هناك مشروع للتدخل في الشأن الجزائري وتدويل ما يحدث فيها وهذا يجري على قدم وساق ويستغل عامل الزمن ولا يمكن إجهاض هذا الأمر إلا بالحوار بين الجزائريين ونذكر ما حدث في التسعينات رغم اختلاف الأوضاع حيث أن المعارضة أنذاك التي تسلحت هي تنتمي إلى طيار إسلامي ونعرف أن المجتمع الدولي لا يمكن أن ينتصر إلى جهة تحمل شعارات دينية وإسلامية ولكن رغم ذلك كانت هناك مخططات لتدويل الأزمة وللتدخل في الشأن الجزائري غير أن الأمر أجهض لعدة عوامل من بينها قانون الرحمة وبعد ذلك قانون الوئام المدني وبعد ذلك المصالحة الوطنية في ظل تصاعد موجة الإرهاب في العالم التي ساعدت النظام الجزائري على غلق أبواب التدخلات أما الآن الجبهة التي تناهض النظام هي جبهة ديمقراطية لم ينجح النظام في إلصاق تهمة الإسلاموية وتهمة الإرهاب بها ولذلك فهو يتصارع مع جبهة مدعومة من جهات والنظام بدوره مدعوم من جهات والهدف هي الجزائر وليس الانتصار لهذه الجهة على حساب الجهة الأخرى لذلك أمام النظام فرصة تاريخية إن ضاعت فحينها لن ينفع النظام الجزائر مستهدأ والملفات بدأت تفتح والدول بدأت تهتم بالشأن الجزائري خاصة بعدما حدث للتفل القاصر سعيد شتوان اهتمام الإعلام وما زالت أحداث أخرى ستأتي وللأسف النظام يتعامل معها بطريقة لن تخدمه ولن تخدم المعارضة بل ستخدم المشاريع المتربسة بالدولة الجزائرية أفيقوا قبل أن لا تفيقوا إلا على قوى أجنبية تعالج أزمة جزائرية لا يحضرها فلان من المعارضة ولا علان من النظام نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى لذلك والحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة